اشتركوا في القناة لانهما يقعان في المستوى نفسه ولا يتقاطعان مهما امتده ونرمز للتوازي بين المستقيمين بهذا الرمز اما متعدد السطوح فهو مجسم له سطوح مستوية عبارة عن مضلعات ومن المفردات المتعلقة بالمجسمات الوجه وهو سطح مستوين اما الحرف فهو مستقيم ناتج عن تقاطع مستويين والرأس نقطة تقاطع ثلاث مستويات او اكثر اما القطر قطعة مستقيمة نهاياتها رأسان غير متجاورين ولا يقعان على الوجه نفسه ونلاحظ في هذا الشكل ان المستقيمين لا يتقاطعان ولا يقعان في المستوى نفسه لذلك يسميان مستقيمين متخالفين ومن المجسمات المعروفة المنشور والهرم ويعتمد اسم كل منهما على شكل قاعدته فالمنشور له وجهان متوازيان ومتطابقان يسميان القاعدتين اما الهرم فله قاعدة وحيدة على شكل مضلع واوجه جانبية مثال من واقع الحياة يستفيد المصممون عند رسم تصاميمهم من تحليل الرسوم ووضعها باشكال هندسية بسيطة كما يظهر هنا وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستطيع رسم المنظر العلوي والجانبي والامامي لمجسم الكرسي يعلمنا هذا الدرس تحديد الاشكال الثلاثية الابعاد ورسمها